التاريخ النهاردة بيكتب صفحاته الجديدة في تاريخ جمهورية مصر العربية بالأحكام اللي قالها سيادة المتشار أحمد رفعت النهاردة في المحكمة والتاريخ برضو حيكتب أن الإعلام المصري هو الإعلام الوحيد اللي كان جوه القاعة وكان بينقل الأحداث بكل شفافية وبكل وضوح وبكل صراحة وبدون تحيز لأي طرف أيا كان كل وسائل الإعلام العالمية والخبراء السياسيين أجمعوا أن التلفزيون المصري في انتخابات رئاسة الجمهورية هو أكثر الإعلام كان محايدا في تناوله لمرحلة انتخاب رئيس الجمهورية الإعلام المصري اختلف تماما عن قبل صورة 25 يناير معايا ضيفية النهاردة وهم الدكتور محمد الباز مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة ونائب رئيس تحرير جريدة الفجر والدكتور سعد الزنت رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال والخبير الإستراتيجي صباح الخير يا فن برس صباح الخير أنا حساز سيادتكو بس دكتور سعد الزنت وأخلاقيات الاتصال معنى إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقيقة أخلاقات الاتصال هي علم علم أخلاقات الاتصال نعم وهو علم يبحث في ترسيخ القيم الإنسانية نعم على أي مستوى سواء كانت قيم إنسانية أو حتى القيم المهنية في اتصال الإنسان بالآخر أي أن كان الطرف الآخر يتصل به نعم إذن هو يهتم بالقيم الإنسانية الكبيرة أو العظيمة زي العدل المساواة الحرية وأعتقد أن الحرية هي أعظم هذه القيم نعم وهو طالما أنه علم فأنا الحقيقة بقول إن إحنا ما أشد الحاجة إلى أخلاقيات الاتصال في هذه المرحلة لأن أنا شايف إن إحنا كلنا الحقيقة كل الناس بقى بتتكلم دون وعي وربما يكون هناك أخطاء فنية لكن الأصعب أن تكون هناك إخفاقات أخلاقية هذا ما نعني منه في مصر في هذه الفترة لأن أخلاقات الاتصال بتؤدي إلى شيء مهم جدا بترسخ ثقافة ثقافة الحوار أو ثقافة التفاوض بين الناس وبعضها بتبعد ثقافة الإقصاء وإنك تاخد كل حاجة لوحدك وإنك تخون الآخر وإنك تشكك في نوايا الآخر علم أخلاقيات الاتصال بعتقد أنهم العلوم الجديرة بنا في مصر ده علم عالمي ده علمه هو موجود في الغربة بس نعاوز أقول لحضرك على حاجة رغم أنه لم يدخل في مجال الأكاديمي إلا في نهاية التمينات وبداية التسعينات كرسالات أكاديمية في دراسات العليا لكن عاوز أقول للمصريين إن أول من كتب في أدب الأخلاقيات حكيم اسمه كاجمني مصري في 2750 قبل الميلاد دكتور سعد أنا آسف جدا لأنه عندنا تليفون دلوقتي مرسلنا أستاذ أشرف عبدالوهاب مرسل نهارك سعيد سبعة خير أشرف سبعة خير أشرف سبعة خير أشرف سمعني سمع كويس صدر أشرف أنت متواجد في المكان هناك في كلية الشرطة في تجمع الخامس الحقيقة أشرف أنا متواجد خارج محيط أكادمية الشرطة خارج الأسوار لرد ردود الأفعال للحفلة الحقيقة بعد صدور الأحكام أشرف هل الأمور هدية هناك ولا لسه فيه تراشق بالحجارة ما بين المتواجدين وقوات الشرطة قطفت عمليات الرشق بالحجارة الحقيقة لم تنتمر فترة طويلة حضرت الأوضاع بشكل جيد بها لكن ما زالت حالات الغضب خارج محيط أسوار أكادمية الشرطة وهناك مطالبة بالقصاف حتى الآن أشرف القاعة دلوقتي داخلياً كله اختفى خلاص كله روح تقريباً داخل أكادمية الشرطة في حالات مغادرة وتقريباً الكل بيغادر ولكن خارج محيط أكادمية الشرطة يرفض أهل الشهداء والمصابين المغادرة وهناك حالات من النداءات بالتواجه إلى ميدان التحرير للتعبير عن الغضب والمطالبة بعدة المحاكمات والأحكام مرة أخرى أشرف كم العدد اللي موجود قدامك قد إيه؟ الحقيقة الأعداد دلوقتي حالاً بتقل بشكل نسبي نتيجة تفريق أهل الشهداء والمصابين بعد عمليات التراشق بالحجارة الأعداد الأدامي اللي تتعدى طوالي 300 أو 400 فرد من أهل الشهداء والمصابين والكل اللي على قومت للسعداد للمغادرة والتواجه إلى ميدان التحرير إليك أشرف أشرف عبدالوهاب ورأس النهارك سعيد شكراً جزيلاً لك شكراً يا أشرف شكراً لك طيب نرجع لحضرتك دكتور سعد الزنت متابعة الإعلام لللي بيحصل طول الوقت بكل صراحة وكل وضوح بدون زيادة وبدون تقليل كنا عندي ديوفي قاعدين في الستوديو وكنا نتكلم في الأحداث اللي حصلت النهاردة والأحكام اللي حصلت وقالها الدكتور المستشار أحمد رفعت وفي نفس الوقت الكاميرا ثابتة على الأحداث اللي بتحصل والضرب هستأذنك دكتور محمد الباية إحنا اختلفنا ولا ما اختلفناش انتم مين إعلام لأن إحنا كان موجه لنا الاتهامات المباشرة هقول حضرتك حاجة وكان عندهم حق لا هقول حضرتك حاجة التعامل مع الإعلام طول الوقت يعني تعامل نسبي يعني إذا جينا نتكلم بشكل مهني مهني مثلا قد يفاجأ الناس أنه معالجة التلفزيون المصري لأحداث الثورة لأحداث الثورة مهني كويس بمعنى أننا لما حط المعالجة في سياقها وأرجع ملكية هذا الإعلام إلى السلطة اللي هي كانت بتها ثورة وهذا الإعلام تابع لها وليس تابع تابعية الإنفاق فقط ولكن هو تابع تابعية الفكر والعقيدة يعني الناس اللي كانوا في التلفزيون المصري طول الوقت هم تابعين فكرا وعقيدة وتمويلا لسلطة كانت أيم عليها ثورة فهما بيعالجوا الأمور من وجهة نظر هذه السلطة عظيم ففيما يسمى في موضوعية السياق فهذه معالجة مهنية كويس معالجة أي حضرتك مهنية تمام مهنية تمام لأنه على سبيل المثال في المقابل مثلا معالجة قناة الجزيرة لأحداث الثورة هي معالجة مهنية من وجهة نظر اللي بيشوفوا مصالحهم أو اللي بيشوفوا أفكارهم مع الثورة رغم أن المعالجتين كانوا مختلفتين تماما لا تلفزون المصر كان بيقول الحقيقة كما حدثت ولا الجزيرة كانت بتقول الحقيقة كما حدثت في قاعدة ولكن الجزيرة كانت أقرب لا لا كانت أكثر تأثيرا لأسباب أخرى أكثر تأثيرا في قاعدة إعلامية نحن بنشتعل عليها تحديدا في التغطية الإخبارية بتقول الأخبار ليس ما ينشر أو الأخبار ليس ما يحدث ولكن الأخبار هو ما تقول المصادر أنه حدث المصادر اللي أنا باستقم أشوف عبوهاب بيقول أنه أهالي الشهداء في دعوات أنهم يروحون مدان التحرير يمكن أن أشوف مراسل تاني فما يكونش وصلوا هذه النداءات فيقول أنهم موجودين عند كلية الشرطة أو أنهم هيمشوا فما ينشر في الصحف من أخبار ليس هو ما يحدث على أرض الواقع ولكن ما تقول المصادر أنه حدث وفي قاعدة تانية دائما نعم شغالين عليها أنه في الإعلام المصري والإعلام العربي بواجه عام أنه ما ينشر ليس أخبار ولكن وجهات نظر في الأخبار وجهات نظر في الأخبار وهول حضرتك على مثلا المشهد أو الخبر اللي الجزيرة في أحد أيام الثورة ركزت عليه وهو صور الشهداء في المشرح طول النهار كويس؟ أنا عندي هنا ده حدث أنه فيه عدد من القتلى أو الشهداء موجودين في المشرح خبر يمكن أن لا يستغرق عندك في التلفزيون المصري 30 سنة وممكن تجيبي الصورة نعم لكن هو لعب بهذه الصورة وشحن المواطنين بهذه الصورة لأنه عنده من معالجته هدف تصعيد مسألة الثورة لكن على سبيل المثال تقول إحنا اتغيرنا ما هو لأ أنتم متغيرتوش ليه ليه متغيرتوش لأن الظرف أصبح مختلف لو أن هذه الثورة استمرت فترة طويلة وهذا النظام ظل صامد لفترة طويلة لكن ما صامدت؟ كانت تلفزيون أيما أنا أتكلم عن الإعلام وأخذ بالك لو هذا النظام ظل زي ما بيحصل في سوريا حاليا تلفزيون السوري الآن لا يا زي أنا قابلت مراسل من سوريا كان شغال مع تلفزيون السوري وبعدين نسابهم وجيه على مصر قال إحنا كنا بنبقى موجودين والجيش بيقتل في السوار وإحنا بنصور في جانب تاني تلفزيون مصر كان بيعمل كان بيعمل ده كان بيعمل ده أنا أتكلم على إيه فكرة الجلد الذات والإدانة أنه إحنا تغيرنا وأنتم مش هفروض ما تتغير لي أنت الآن أنت الآن مثلا في مسبيره أحداث مسبيره وأنتم تغيرتش لأن هنا السلطة الحاكمة اللي موجودة اللي لها الكلمة العليا عليك على ألام المصري كانت هي المجلس العسكري والمجلس العسكري كان متهم فيه أحداث مسبيره فحصلك مشكل دكتور محمد فحصلك مشكل في كل حاجة في مصر حضرتك بعد إذن سيادة قولي لو أنا غلطة لا تفتح في كل حاجة في مصر من أول ثورة 25 ناير لغاية يومنا ده بعد سنة ونص من الثورة كل حاجة كانت بتتغير وبتفهم أكتر وبيفهم أكتر ما فيش حد اتنقل من اليمين فكرة التغيير فكرة التغيير ما إحنا عايزين نتغير فمغير كل حاجة نعم ما إحنا كنا مغيبين حضرتك لوند الثلاثين سنة لا لا ما كناش مغيبين كان فيه ناس متفق عليهم لما تبقى النخبة متحق عليه هتبقى كارثة هلما كان فيه نمط من الإعلام كان فيه نمط من الإعلام موجود الدكتور سعد يعرف في القناة الخاصة وفي الإعلام الخاص وحتى فيه المواقع الإلكترونية كان أكتر من 80% من القضايا التي يحاكم بها رموز نظام مبارك تم نشرها قبل الثورة قضية الغاز اللي بتحكمه قضية الأراضي بتاعة محمد إبراهيم سليمان قضايا كتيرة جدا نشرت في الصحافة والصحافة كانت بتقول أن هذا نظام فاسد أحمد عز والاحتكار بتاع الحديد اللي هو بيحكم به نفس الحكاية الصحافة تكلمت في ده فلم يكن الإعلام كله مغيب ولما يجي الإعلام ودي أزمة عند الإعلام المصري الرسمي المصري يقول لا أصلاحنا كنا مغيبين وما كناش نعرف وإحنا صلحنا نفسنا ده إدانة للإعلام واللي عاملين في الإعلام ده أكتر ما هي إدانة للنظام لأنه في ناس مثلا ما هو في السجن طيب طيب إيه إيه اللي طيب طيب يعني أنا حضاري بتقول إيه أيوة إنه ده إدانة إدانة يعني في قناة في قناة نيل الأخبار في تلفزيون المصري أيام الثورة مثلا كان في ناس كتيرة بتستقيل وبتمشي احتجاجا على إنه هذا تغييب صح؟ يعني في ناس كانت من اللحظة الأولى طيب في ناس ولم تشارك وفي ناس ما كانتش مواصل لها ده ولم تشارك لما باجي الوقتي النهاردة أنا بقول لحضرتك في الإعلام الرسمي الحكومي فتح على مبارك زي ما فتح الإعلام كله على مبارك بعد ما مبارك مش فالناس بتتكلم تقول إنه الإعلام المصري متمتع بحرية لا دي مش حرية دي حرية بأثر راجعي لأننا كان مفروض نقول الكلام ده والنظام قائم والنظام موجود الحرية تقاس والأداء لا الحرية تقاس والأداء من أبقى أكلمك في النهاردة الحرية تقاس والأداء يقاس أيوه تمام بتغطيتك للأحداث أيوه الموجودة الآن تم إحنا بنغلطي هوا ونقول لك هوا أي والحاكم أي فيها طرف عظيم عندما كان الحاكم طرف عندما كان المجلس العسكري طرف تمام في كثير من الأحداث لا تلفزيون المصري لما تيجي مثلا في العباسية عظيم في أحداث العباسية الأخيرة لما تيجي تقارن بين التلفزيون المصري وتركيزه على إيه وقناوات أخرى تركيزه على إيه هلاقي نفس المعالجة بتاعي الثورة على فكرة دكتور سعد يعني من منطلق اللي احنا كنا بنتكلم فيه أخلاقيات الاتصال طبعا في الإعلام رأي حضرتك إيه دكتور محمد لها عمل عرض جيد وهو أقدر مني في تسليطة الدوء على الجزء الفني في العملية لكن من وجهة نظر أنا بقى كراجل في الشارع مواطن وإلى حد ما مثقف فبقول وجهة نظر الإعلام فعلا قبل وخلال وبعد الثورة الإعلام المصري ما كانش عن المستان مطلوب لكن النهاردة لما تيجي النهاردة تقيم لأنا بعتقد أن أبقى لهم فترة مش قليلة من عدة شهور بدأت الأمور تتعدل مسألة التبعية هي لأن أي مؤسسة تنعكد ثقافة قائد المؤسسة على المؤسسة ذاتها فإذا كان القيادة وديموقراطية فبتجد أن المؤسسة ديموقراطية فالقائد بيعكد ثقافته على المؤسسة مسألة المجلس العسكري والسيطرة وإن أحداث العباسية هي تقريبا تبكة لأحداث سابقة أو تناول الإعلام لها أنا بتحفظ على ده شوي لأن إحنا بدأنا ندير الإعلام في الفترة الأخيرة من منطلق وطني بمعنى أن الإعلام الأجنبية يعني أنت لو كنت شفت الجزيرة مباشرة كانت وكأنها كانت تشغل لحساب جهة أخرى بمعنى بمعنى أن لو بصيت على الكاميرا كانت فين والكاميرا حتى تقريبا سابقة على لحظة قطع السلك واقتحم وزارة الدفاع لو أنت لاحظت ده زي ما قال الدكتور وده جزء فني مظبوط أن أنت بتعمل لحساب من يمولك من يديرك من له مطلحة فيما تفعله الإعلام المصري ما كانش واقف عندي دي كتير الجزء الآخر اللي كان بيكمله ما كانش واقف عندي دي فكل وسيلة إعلام سواء كانت مقروعة أو مشاهدة بتعمل من خلال سياسة قيادة ولمصلحة قيادة أو جهة في هذه القيادة لكن أنا بقول أن خلال الفترة الأخيرة بعتقد أن الإعلام المصري مش كله طبعا وعشان نقول أن التغيير هيتم فجأة التغيير تركم خلينا نقول الإعلام اللي هو تابع أو مالك أو بيأخذ فلوسه في الفترة الأحيرة أنا بقيت بتفرج عندك هي جايز أنا بتطفق مع الدكتور محمد في أن أني للأخبار بالذات لم تكن موفقة على الإطلاق لقبل ولا بعد لكن أني لايف وأنا هنا وهنا ضيف بجد أن نوعية الضيف بيختار الضيف اللي كتير ما تغيروش نفس الضيف القبل الصورة خلال الصورة والنهار ده معنى كده أنك بيجيب حد في تقني فاهم فاهم اللي بيتقال ومعندوش تحيز إلى حد ما النهاردة لما بتقيم كل قنواتك الوطنية بعتقد أنها بقت أفضل لأن بيت بيت بشوف في النيل الأخبار وفي الخنال وفي كل البرامج ناس بتنتقد المجلس العسكري ناس بتنتقد اللي بيحصل في الشارع ناس بتنتقد الإخوان وبتنتقد الطيار الآخر بقى في نوع من الانفتاح على كل الحية كانت نجحة جدا القنوات أثناء تغطية انتخابات الرئاسة أما مسألة أن أنا أتوقع أن يحدث تغيير في ثقافة مؤسسة أو في السياسة عامة المؤسسة أو في توجه حتى حضراتكم كمزعين ومعدين ومخرج التغيير تراكمي لا يتم فجأة إطلاقا ممكن أي حاجة وخاصة أن يزار طبط بالإعلام والإعلام له مهمة أساسية في تصوري وهي تكوين رأي عام أو توجيه رأي عام تجاه قضايا معينة أنا شايف أن في فترة الأخيرة الإعلام الوطني أفضل بكثيرا من الفترة الماضية دكتور سعد أنا والدكتور محمد على فكرة أنا واحد من الشعب أنا واحد برضو مصري إنسان مصري وبيتفرج على الإعلام إذا كنتنا تابع لتلفزيون المصري أو تلفزيون الشعب بمعنى صح والإعلام الآخر إذا كانت الجزيرة وابدون ذكر أسامي أنا كنت زمان ما كنتش بتفرج على الأخبار المصري أنا دلوقتي بقيت أتفرج على الأخبار المصري لأن كل الأخبار اللي بيديهني الأخبار المصري إذا كان الأولى أو الثانية أو الفضائية بيشبعني في معرفة المعلومات الخاصة ببلدي أكثر من أي قناة تانية حتى لو جزيرة مصرية لأنه ابتدى يديني دفعة أو جرعة كاملة في كل الاتجاهات وفي كل الموجود أنت موصل لكش الإحساس ده؟ لا مش مسألة توصلني أموصلنيش خلينا نعترف تلفزيون المصري الوقت بتطرح فيه أفكار ورؤة لم يعني ما كانش حد يتصورني هتطرح قبل كده عزيز أنا تلفزيون المصري قبل الثورة تقريبا دكتور محمد أنا بدون قطة كلامك أنا بس على الشاشة دلوقتي واضح أنه فيه مظاهرات والمراسلين تكلموا وقالوا أنه فيه تحرير آه مدان التحرير ابتدى يتجمع فيه مجموعة كبيرة من المتظاهرين وكان فيه خبر آخر أنه وصول المحكوم عليه الرئيس السابق أو المخلوع حسن المباركة لوصوله لسنة طرق خلاص يعني كله ومتظهرت ومتظهرت التحرير طلع على محمد محمود دلللوقتي حالا على الهواء مباشرة بنقوله طيب أي أخبار تاني سأقولك عليها اتفضل لا فأنا قبل الثورة ما دخلتش تلزول مصري تقريبا يعني على الإطلاق يعني ممكن أنا فاكر مع أذكر بالخير يعني الأستاذة فادية الغزالي كانت في الإزاعة نعم في 2004 مبكرا جدا وكانت عاملة حلقة على هوا وكلمت فيها عن التوريس وعن جمال مبارك وكان غلط بقى مؤهلات جمال أفلولها كان غلط أفلول ده إمتى حضرتك في 2004 مبكرا جدا يعني وهي موجودة فأنا كلنا متفقين أنه قبل الصبر فأنا أقصد أنه فيه حاصل تغيير بس أنا أنا ضد إيه أنا ضد أنه الإعلام أنه الإعلام يبقى خاضع ليه ابتزاز الرأي العام لدرجة كبيرة بمعنى أننا ما يبقاش كل همي أن أنا أكد للناس أن أنا تغيرت وأن أنا بقيت أحسن وأن أنا بشتغل بشكل مهني واضح عندي اللي قاله الدكتور سعد فيما يتعلق به الأخلاقيات وهو أشار إلى الإخلاقيات الإنسانية بيضاف إليها أخلاقيات مهنية منها مثلا الدق كويس الدق أنه أنت تبقى دقيق دي مش محتاجة مش محتاجة أو لما تقول أن أنت بقيت دقيق أو أنت بتنقل بإحياد يعني أصبح الشيء العادي اللي أنا مفروض أقوم بيه كإعلامي أصبح أن أنا بقدمه دليل أن أنا بقيت كويس يعني أن أنا بقدم كل وجهات النظر وبقدم ما يحدث فعلا على أرض الواقع وبقدم فأنا بقوله للناس أن إحنا بقينا كويسين يا جماعة وبنعمل ده مع أنه ده طبيعي يعني أنت طبيعي أنك تعمل ده يعني الخبر يحصل فتقوله هل تتفقوا معايا أنه كان فيه كرباج للإعلاميين أو في مبنى باسبيرو أثناء صورة 25 يناير بسبب أن إحنا أخطأنا في كثير من المواقف ما كانش فيه كرباجة لما نفيد نصلح من نفسنا فكرة الكرباجة بس الإعلام المصري إتفاضي ده واحد اتنين أعتقد أنه ولا في الأولى ولا في التانية ولا في التالتة ولا 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 أعدوا الأعداء اللي إحنا عادينها دلوقتي دي لتقييم الإعلام المصري الحالي مفيش أنا لا أعتقد يمكن ده إحنا أول مرة أنا أتكلم من أول ما أبتدين صورة 25 مرورا ليه التحول اللي أنا أعمال أتكلم فيه دي ثقافة مؤسسة كامة أنه ما فيش حد قاعد من اللي هيجيب حد عشان أنتاقد أو يقيمه ما طلعناش قولنا قبل كده أن إحنا بقينا كويسين إنما أنا أهارضة فيه إسرار على أنه أنا ضد أنه الناس تشعر تشعر بأنه فيه جريمة هي عملتها كويس يعني أنا أتكلمك بمنتقى أنا أتكلم بشكل فني وبشكل مهني في الإعلام لو إحنا في كثير من اللي الناس قالوا على الإعلام المصري وده أنا أمتلك الشجاعة أن أقول ده في مواجهة الرأي العام فيه حاجات كتيرة جدا من اللي قالها الناس ولا يزالوا بيرددوها عن التلفزيون المصري وعن الصحف حتى الحكومية لا فيها ظلم كبير جدا يعني التلفزيون المصري حتى كان قبل الثورة صحيح ده لما بنيجي نحلله فنيا بنقول أن ده جزء بنطلق عليه اسمها آلية التنفيس كويس ودي آلية لاجأ إليها مش نظام مبارك حتى دي من قام عبد النصر أنه التلفزيون المصري لأ كانت فيه أصوات أحيانا بتطلع تتكلم وتطرح رؤى نقدية كتيرة جدا لكن كانت رؤى نقدية مرهونة بالسقف يعني كانت فيه عضايا معينة تمثل خط أحمر في التلفزيون المصري ونحنش يقرب منه على الإطلاق لكن كان فيه محاورات فيه حمد أن دي الفترة لما جيه في التلفزيون المصري ولما لمس هذا السقف فهم كانوا يعني يعني ظلم بين التلفزيون المصري أنه كان يعني منصحق ومنبطح إلى يعني درجة كبيرة جدا طيب دكتور محمد إحنا نفسنا بقى نبطل نتكلم في الماضي إذا كان في الإعلام إذا كان في محاكمة الرئيس المحكوم عليه حسن مبارك إذا كان في يعني أيا كان في الماضي عايزين نبتدي نبص للمستقبل بقى إحنا نبتدي نبص إن إحنا دخلين على انتخابات رئاسة جمهورية إحنا دخلين على إن إحنا لازم يبقى فيه استقرار إحنا دخلين على 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 حضرتك دكتور سعد الزانت رئيس بركة دراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال وحضرتك خبير استراتيجي شايف الوضع اللي إحنا رايحين له إيه دلوقتي هل رايحين لاستقرار؟ ولا بالحكم التعال النهاردة ده إحنا نوين نرجع تاني لعدم الاستقرار؟ أرجع لورة سنة صغيرة اللي هادا كنت بتقوله موضوعنا يجب أن ننسى الماضي وننطلق المستقبل ده كلام جميل جدا لكن أنا عاوز أقولك على حاجة وأنت دايما سائل عربية تقود سيارتك على طريق سريعة دايما باصص لقدام في لحظة بتلمح فيها المرايتين اللي في الجنب واللي في وش عشان تلمح اللي وراك واللي في جنابك لو ما عملتش كده صحيح احتمال أنك انت نسبة الخطأ تبقى أكبر فإحنا المستقبل إحنا بنستعير المستقبل ما هوش ملكنا إحنا بنستعيره من آخرين هم ملكهم اللي هم الشباب نعم فده جزء الجزء تاني بالنسبة لللي جاي بأعتقد أن اللي جاي لسه فيه مشاكل هي مشاكل طبيعية ومجموعة أزمات طبيعية هنوصل بعدها لمرحلة استقرار بمعنى إن لو انطلقنا من النهاردة بلاش الماضي من أحكام اليوم هتجد أن في ناس كتيرة مش عاجبها الحكم وناس أكتر ارتاحت للحكم ثقافتنا احنا كمصرين دائما نصدم رغم أن احنا لأننا ما بنؤهلش نفسنا نبقى موضوعيين اللي سأصدر للحكم دي محكمة محترمة وقاضي الجميع شاهد لهم حقيقة بأنه قاضي عادل ونزيه لكن مشكلتنا أن كل اللي بطلع يتكلم النهاردة يعني انت ممكن تلاقيني أنا كراجل بتاع إدارة ودكتور محمد كراجل بتاع إعلام وسياسة قد نعلق على الأحكام رغم أنها مسألة فنية أخلاقيا لا يجب أن نعلق على الأحكام لكن نقدر نقول إحنا وجهة نظرنا في اللي بيحصل بعيدا عن التعليق على الحكم لأن حكم نهائي وبات حتى لو كان فيه نقطة حكم نهائي في الجناية إذن أنا بقول إذا كان النهاردة هيحصل نوع من من الاستنفار لبعض القوة وجميع القوة سواء القوة الحكم التماث معها أو وجدت أن فيه استثمار تستثمر هذا الحكم لإشعال حراكة تستفيد منها وأقصد أننا مقبلين على انتخابات رئاسة عندنا طيار إسلامي الأخوان بالذات يستغلوا كل شاردة وواردة لإشعال الطرق كلها الحقيقة وعندك شفيق النهاردة ربما البعض يعتقد أنه هو بالحكم ده هو في موقف ضعف ويجب أنه يحاصر بهذا الحكم أنا بجد أن الفترة القادمة بلاش نقول إيه اللي ممكن هيحصل لأنها تحصل بعض الأزمات إحنا اللي بنتمنها إيه اللي بنتمنها أن الناس يبقى عندها مزيد من الوعي وتاخد بالها من أن مصر أغلى من أي حد ومن أي حاجة لازم نهدى شوية لازم حتى اللي بيتكلم في الإعلام والإعلام مؤثر للغاية وهيبقى مؤثر الفترة اللي جاية جدا ما يبقاش صوت على الناس الناس إحنا شعب ثقافته ثقافة سماعية ولدينا أكتر من 40% أميين الناس البسيطة بدأت تفهم فعاوز اللي يفهمها بمفرداته بلغة بسيطة وسهلة وأمينة وواضحة ودقيقة عشان ما نضللش الناس أنا بعتقد الحكم النهاردة لو أزنت لي أتعرض لجزئية بسيطة غير الحكم النهاردة لما يبرق ستة كل مساعدين وزير الداخلية ولما يحكم على رأسي النظام رأس النظام اللي هو الحسن المبارك وعلى المسؤول على الأمن أنا استأذنك حطعك سنة صغيرة بس أنه في أربعة لسه في عندهم تهم وفيه اتنين هم روحوا البيت لأنا ببرق على الحكم النهاردة لأنا بقولش مين روح ومين أعد لما يبرق في النهاردة من المحكمة الجينات تبرق كل المساعدين وتحمل مسئولية وهي مسئولية سياسية معنى أنها حملت للرئيس وللوزير الداخلية هي مسئولية سياسية عما حدث لكن معنى أن المساعدين يبرقوا هنا ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا كأن هناك إقرارا ببراءة وزارة الداخلية من كل أو معظم ما حصل وأنا شخصيا مع هذا الاتجاه برضو ربما ده يغضب الناس لكن نحن يجب أن نكون أكثر صراحة الحكم عنوان الحقيقة هذا عنوان نحن من سنة أو من سنة وشوية في هذه القناة في نهارك سعيد برضو قلت تحديدا يا جماعة يجب أن ناخد بالنا أن الموضوع أكبر بكثير من وزارة الداخلية نعم الموضوع أكبر بكثير هناك تقصير في وزارة الداخلية هناك أخطاء في وزارة الداخلية هناك ناس وقطاعات داخل وزارة الداخلية يجب أن تحاكم ولكن الحكم النهاردة هو عنوان الحقيقة إذن ومش معنى الحكم أن الداخلية بالكامل بريئة لا هناك من أخطأ ولكن ده بيدينا مؤشر أن هناك أشياء أخرى حدثت وهناك آخرين تدخلوا العملية القتل وما حدث بالكامل مؤكد هناك جهات أخرى سواء محلية أو خارجية أنا بتمنى أن تطلع علينا الحيثيات ونجد فيها المعلومة اللي نقدر بيها نقول للناس ليه الناس ليه الداخلية بريئة ليه القاضي برا كل مساعدين وزارة الداخلية أتمنى أن ده يبقى الفترة اللي جاية أتمنى عن التيار الإسلام وخاصة الإخوان المسلمون أن لا يستعملوا هذا الحكم في إشعال مصر مرة أخرى لأنهم متخصصين وخاصة التجربة خلال الأسابيع القليلة الماضية نفس المفردات المتعالية القاسية نفس الإسلوب المقصي للآخر نفس الإسلوب الحق المتعالي والمتعجرف هذا الإسلوب نحن في غين عنه يجب أن نعرف مصر بلدنا نحن محدش فينا مؤجر مفروش كلنا نمتلك مسلم قبطي لبرالي أي أن كان كلنا نمتلك يجب أن نحن عندنا من الوعي والأمانة اللي بي نقدر نهدي به الأمور الفترة اللي جاية طبط محمد أنا شايفك عايز تقول حاجة أنا من كلام الدكتور سعد في أنه لا تعرض لي الأجزاء الفنية في الحكم لأنه ده مش اختصصنا وخصوصاً نحن لا شخص الحيثيات لكن النهاردة لما أقول أن القاعدة القانونية الشهيرة أن الحكم عنوان الحقيقة لا أنا مش قدام عنوان حقيقة النهاردة أنا قدام أن هذا الحكم يضيف إلى الحياة السياسية المصرية لغز جديد لأنه إذا كان تم تحميل مبارك والعدل المسئولية السياسية للقتل المتظاهرين نحن قدامنا جثة نحن عندنا حوالي 1230 شهيد في الثورة لحصيات النهاردة أنه أصغر واحد عنده 8 سنين وأكبر واحد عنده 70 سنة ومتوسط العمر 20 سنة عندي 1200 شهيد واحد ماتوا نعم من المودول يعني من اللي قتلهم الفعل الجنائي من اللي قتلهم نحن قدام عملية تعمية وتضليل من فترة طويلة جدا أنه هناك جهات خارجية والقناصة جوا من برة والقناصة جوا من جوا يعني الرأي العام النهاردة اللي إحنا بنتكلم بقى في اللي جاي في المستقبل في عملية انتخابية وإلى آخر أنا ما بتوقعش أن الدنيا تقوم متولعة كمان لأنه حصل تكسير للشخصية المصرية للأسف الشديد بعد الثورة بحوالي شهر اتنين كان في حالة انتشاء يعني هذا الشعب الذي كان ينظر له العالم كله أنه خلاص بقى في سوبات عميقة مات ما عادش في منه رجم ما عادش يعني ما عادش فيه خلاص اندفن يعني فإذا بيه ينهض ويخلع رأس النظام ويقوم بثورة زي ما عادنا نقول العالم كله تعلم منها ووالأخر لكن الحقيقة حصل تكسير لهذا الإحساس وعايز أقولك مثلا على حاجة ألوم فيها المسؤولين عن إدارة البلاد يعني مدان التحرير يعني تحول إلى خراب كمكان يعني لما تيجي تنزل أنت مش عاوز تروح مدان التحرير يعني يعني سيعين فهذا المكان هذا المكان الذي كان من المفروض أن يتحول إلى أيقونة للشعب المصري أو للمصريين وأنه دليل مدان دليل على حيوية هذا الشعب وأنه قد يصمت طويلا لكنه لا يموت أبدا يتحول إلى هذه الخرابة ده لي دلالة لأنه هناك رغبة ما من جهة ما نعم لتشويه هذه التجربة تمام وتم تشويه على كبير جدا من السوار والمكان اللي زي ما أقول له حضرتك كان يمكن أن يصبح يتحول إلى مزار عالمي الناس تيجي تشوف كيف حدثت هذه المعجزة يتحول إلى مزار عالمي بقى لسه يعني لسه نحن بنتكلم على ما أستطيع أن أقول أنه مخطط تم تنفيذه بدقة وبصبر شديد ويمكن حضرتك يعني لأ أنا عندك الوقت الأسماء الشهيرة الموجودة اللي شاركت فيه الثورة وخططت لها معظمها إما ناس اعتقلوا إما ناس وجهت لهم اتهامات إما ناس صدرت عليهم أحكام فلا اللي قاموا بالثورة فعليا واللي نزلوا التحرير فعليا في 25 وفي 28 ووجهوا النظام ليسوا هم الآن الذين يحصدونا سمارها هذه الثورة نعم أحوان المسلمين نزلوا يوم 28 بعد ما يعني يشوفوا المسألة راحة فين وده ينطبق عليها القاعدة أنه الفعلا السوارات بيصنعها الأبطال ويحصد سمارها الانتهزيين نعم دكتور محمد حرج على الموضوع ده ما تقلقش احنا معنا وقت الحمد لله بس معايا الأستاذ محمد الغزاوي مراسل روزا ليوسف في بورسعيد صباح الخير صباح الخير صباح الخير محمد حضرتك متواجد فين دلوقتي أنا متواجد بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد والمراسط فيه مبنى مدرية أمن بورسعيد ممكن بعد إذن سيادتك تشرح لنا الوضع قدامك عامل إزاي هو تحديدا ما زالت الأمور في الشارع البورسعيدي هادئة وسط جو حذر جدا هناك بعض الدعوة من القوى الثورية والخروج للتظاهر ضد الحكم وطردا على الحكم الصادر اليوم بالإضافة إلى ما يقابلها من دعوة من القيادات داخل حزب الحرية والعدالة وبعض أعضاء مجلسي الشعب والصورة والقيادات السياتية بعدم الخروج وعدم إعطاء الفرصة وعدم السماح لما أتموه بالمخطط الذي يدفع مصر إلى الهاوية أو إلى حفة الهاوية كما ذكروا لي وأن ذلك الحكم صدوره تحديدا في ذلك التوقيت ما هو إلا بداية للقوضة ولكنهم رهنوا على مدى وعي الشعب البورسعيدي في ذلك الأمر يمكن كان هناك العديد من اللقاءات ببعض المشاطاء وأعطاء مدلسي الشعب والشورى هناك المشط السياسي من تلاف شعب الصورة محمد الحديدي أوضح أن الأمر ما هو إلا مؤامرة منذ بداية التحقيقات اشتركت فيها هيئة المحكمة وأن النيابة عندما طلبت معاونة بعض الجهات ولم تستجب لها فكان لزمن على المحكمة أن تلزم تلك الجهات وتعلن للشارع المصري كاملا من الجهات التي ما زالت تتورط في الفشاد النائب علي دورة عن حزب الحرية والعدالة أخبرني بأنه سوف يتقدم في صباح الغد ببيان عاجل وصف لإعادة المحكمة مجددا وأن الأمر أن هناك تعهدات من الفرية والعدالة بإعادة محكمة المتهمين وأسمى ما تم بأنه مصرحية هزلية منذ قليل حسسني النائب محمد جاد عن حزب الواب أيضا أضاف أنه ستقدم طباح الغد ببيان عاجل في ذلك الأمر ولكن أكد أن الحكم الصادر ما هو إلا حكم سياسي فيما يخص مبارك والعدل أما فيما يخص المستندات والأدلة فأكد أن حكم البراء لمساعد العدل ونجلي مبارك وفقا لما قدم من المستندات ودلائل قد تكون خاوية وهو ما حكمت به هيئة المحكمة اليوم ولكن ذكر أن الفقرة 15 من القانون التي استندت عليه المحكمة فيما يخص السقوط بالتقادم لعشر سنوات أنه أكد أن الغاز الذي يضخ إسرائيل لم يقف أكثر إلا مدة أقل من سنة تقريبا بالإضافة إلى أن الموظف الوحيد الحكومي وفق ما جاء في نهاية تهزير بقرة هو محمد خصلي مبارك وأنه باقي المتنمين ليسوا موظفين عموميين وأن من المفترض أن يكون هناك حكم راضع في هذا الأمر خيادة خيادة تلفية النائب الشيخ علي فودا من خيادات الدعوة التلفية في محافظة بور سعيد قال لماذا لم يصدر الحكم وفق ما ذكره الرئيس المحكمة من مقدمة طويلة عن دماء الشهداء والفتاد وأضاف علي فودا بأنه يضاف إليها تجويع الشعب المصري وخلافه فأنه يكد أن يكون هناك حكم ثوري في هذا الأمر أن يحكموا بتهمة الخيانة العظمى هذا هو الدليل ولكن الجميع أكدوا أن هناك من يدفع مصر إلى طريق واحد أو مصير واحد أخبروني أنه إذا كان هناك من يترضى في الفترة الماضية في التصويت لصالح مرشح ضد آخر فإن الأمور كلها سوف تتير في اتجاه واحد وهو اختيار مرشح حتى لو كان عدم الاختناع ولكنه نتاج للحكم هذا ما الوضع داخل البورسعين ربما تسخر الساعات القليلة القادمة عن الجديد ولكن الكل يترقب وصف حذر تان دعني أقول لك أن الجناية بدأ نتخذ سيد محمد ده طبعا تشكر عليه شكرا جزيلا لكن برضو عندك الميادين في بورسعيد هادية ما زالت حتى هذه اللحظات هادئة ربما خلال الساعات القليلة القادمة تشهد الجديد أستاذ محمد الغزاوي مرأس روزة اليوسف شكرا لك واحتمال نتصل بحضرتك تاني شكرا شكرا سمح دقيقة على الألوات هقول أسيب حضرتك واضح أنه مش بس الإخوان اللي نويين يصعدوا الأمور هو واضح أن مجلس الشعب تقريبا كله سيبتدي يتساءل أنه فيه نحن نحن سألين من خمس دقايق مش من زمان أن هذه القصة سوف تستعمل بطريقة خاطئة لإشعال الموقف لحساب حد معين وهو تضعب بطريقة خاطئة هتؤدي إلى احتراق الشارع دون نتيجة ترجى للأخير المسلمين شوف هناك عدم وعي بفنيات الأمور السلطة التشريع يجب أن تنفصل تعرف حدودها تفاكر برضو بالنقف في نفس القضية لما وقفوا عضاء مجلس الشعب وقالوا يجب أن يصدر قرار بنقل مبارك من كذا إلى كذا يجب بعدها بكم يوم يجب أن يستقيل أو يعزل النائب العام القضائية يحذر حتى العزل للنائب العام أو أي من عضاء السلطة القضائية الموضوع نقل وكان بقرار محكمة كان بحكم قرار التواجد في المكان يجب عشان ينقل بقرار محكمة أو بحكم محكمة ليس بهذه الطريقة النهاردة هناك خلط للأمور وأنا بقول لحضرتك وبحذر للحقيقة للمرة الألف أن استغلال هذا الحكم في إصارة الشارع المصري لا سوف يكون نوع من زي ما قال المرشد وزي ما قال بعض الناس أن من صوتوا مش عارفهم أغباء أغبياء سياسيا الكلام دقيل عشان ما تبصليش أو كده قيل أن من صوت لشفيفة هو غبي سياسيا أنا صوت لشفيق وأصوت لشفيق ولا استغبيا ولا أتصف بالغباء السياسي إلا إذا كان هم وشايفين حاجة تانية اللي بيتصف بالغباء السياسي هو من يستثمر الموقف بطريقة خاطئة في ضد لمصلحة خاصة ليست في صالح الوطن إطلاق يجب أن ننتبه إلى ذلك دكتور محمد تعليق حضرتك على التليفون اللي جان من برسايد أنا شايف أنه الإخوان المسلمين يعني مش هيلجأوا إلى تصعيد المسألة لأنه التصعيد والفوضى اللي ممكن تحصل في الشارع المصري ممكن تبقى ضد العملية الانتخابية الرئاسية لو حصلت فوضى على مستوى مظاهرات وعطصمات ويعني لكن أنا أعتقد أنهم هيبدأوا في استغلال هذا الحكم إعلاميا لتوجيه الرأي العام لأنه لأنه قدام حكم الحقيقة لم يشفي غليل الناس وده مش شغلانة القضية بالمناسبة أنه يشفي غليل الناس هو بيحكم بما لديه من أوراق لأن القضية دي كان فيها شقين شق الجنائي الخاص بأهالي الشهداء لهم عندهم ولاد ماتوا وشايفين أن دول ناس قتلوهم ولابد أن هم يقتلوا وده قضية شخصية يعني ابني مات وأنا عارف أنه ده اللي قتلوا فأنا عاوز والقضية التانية قضية سياسية مع الشعب المصري كله يعني أنا أعتقد أنه هذه القضية طبقا لخبراء قانونيين طلعوا على القضية مبكرا جدا قالوا أن هذه القضية ما فيش قضية من الأساس لأن النيابة يعني راحت القضية راحت المحكمة وليس هناك ما يسندها أو هناك أدلة أو إلى آخر وأعتقد أن هذا الحكم هذا الحكم بدون يعني حكم سياسي بالدرجة الأولى وليس جنائي أستاذ عصام في فقرة سابقة عصام إسطنبولي في فقرة سابقة قال أن هذا الحكم على الجريمة الوحيدة التي لم تستطع النيابة أن تعفز بها وهو أنه مبارك لم يستغل سلطته كرئيس للبلاد في إقاف قتل المتظاهرين لأنه عارف من 25 يمت ولم فده وهذه يعني اتهام نظري ما فيش فيه يعني المحكمة تسترشد إليه تسترشد إليه لا المحكمة تسترشد إليه مما لديها من وقاع فأنا هنا قدام حكم سياسي ومع ذلك لم يشفي غليل الناس دكتور محمد الباز مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة ونائب رئيس تحرير جريدة الفجر والدكتور سعد الزنطن رئيس المركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال والخبير الاستراتيجي نورتونا وشكرا جزيلا يا فنديم لحضراتكم شكرا لي والمخرج بيقول لي لازم أنهي حالا لأنه سيقطعه علينا الهوى يا رب مصر تستقر بس